بعد توقفها لأكثر من عام تستأنف إدارة الأحوال المدنية في محافظة تعز عملها في إصدار الوتائق الشخصية للمواطنين متجاوزة كل المعوقات التي تمر بها البلاد قمنا بإصدار شهادة الميلاد، شهادة الوفاة، البطائق العائلية، البطائق التعريفية والآن بفضل الله عز وجل تم افتتاح البطائق الإلكترونية يوجد هناك إقبال من المواطنين على البطائق ونطلب من جميع المواطنين التعاون معنا في الإبلاغ عن حصول أي ابتزاز تفعيل أجهزة الدولة ومؤسساتها خطوة في الاتجاه الصحيح لبسط السلطة الشرعية نفودها بداية كما يرى المواطنون من توفير مثل هذه الخدمات التي تدافع للحصول عليها كالهويات الشخصية بعد أن غيبتها سلطة الإنقلاب هذه بادرة خير بفتح مركز الأحوال المدنية المركز الرئيسي بمحافظة التعاون بدأ بعمله السابق سهلت على حالية أولاً وعلى كثير من الناس بالتعب الذي كانوا يحصل إلى صنعات ربما بعض الناس صرفوا مبالغ تصل إلى 50 ألف و30 ألف من أجل أن يقطع البطاقة الشخصية التي هي حق لكل مواطن يمني هنا في مركز الإصدار الآلي يعمل فريق الإدارة بطاقة عالية لإنجاز أكبر قدر ممكن من هذه الوثائق خصوصاً وأن إقبال المواطنين عليها في تزايد مستمر حمزة أمين قناة بلقيس تعز ترجمة نانسي قنقر